انا من ساعة ما تولدت وفي حاجة سمع عشوائيات انا موليد 75 من ساعة ما تولدت واعتقد ان ده كان انا ما شوفوش كان صداع كان جرح غائر في البناء الاجتماعي المصري ان فيه ناس بتعيش او بنسبهم يعيشوا بالطريقة دي بنسبهم ما يتنفسوش ما يعيشوش ما يشوفوش ما يفتحوش عليهم على مشهد لطيف ما يعيشش في بيت آمن مسكن صحي كنت ناخد في المدرسة وقولك ايه المسكن الصحي يعني ايه المسكن الصحي في المدرسة والله الذي يدخله الشمس والهواء اخيرا ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بانه يبقى فيه حاجة اسمها تطوير او قضاء على مسألة العشوائيات النهار ده زي ما كنتم بقولكم كده او دلوقتي ضفنا العزيز جدا على العقل وعلى القلب وعلى الواقع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية وانطقها صح الحضرية جاية من الحضر وليست الحضارة الحضارة دي قصة تانية منورنا فانده شكرا جزيلا ازاي الحال كل تمام؟ الحمد لله والله يمكن انا بدأت الاول كلامي بمسألة من ساعة منت وردت كان فيها عشوائيات وربنا سبحانه وتعالى يعني كرمني اوي بانه مد في عمري ان انا بدأت اشوف الحكايا دي بتخلص الحمد لله بتخلص ازاي؟ والله يعني اول حاجة فضل ربنا علينا تاني حاجة قيادة سياسية وايمانها بحل القضية تالت حاجة ازاي بنضع خطة قابلة للتنفيذ قابلة للتعديل قابلة للمنورة ومقبولة لدى المواطن دي اهم حاجة من النقطة المهمة جدا ازاي تبقى مقبولة ليه في بعض الحلوكة بتحط في العقود السابقة غير مقبولة للمواطن الحكومة بتحط من طرف واحد الحل مش متوافق مع المواطنين مش متوافق مع الناس اللي عايشة في المنطقة فكان بيوجد رفض والرفض ده مش ان الناس كانت اقوى من الدولة لا الرفض ان هو مش قادر يطبقوا نفسه كدولة يعني انت هتطبق ايه يعني هتسحر للناس عشان يقدروا يعيشوا اللي انت مش عارف تطبقوا مثلا ايه ان هتديك عشرين الف جنيه كتعويض عشان وعيش ايام الجومية اذا ده حل مستحيل يعني تحط كده مع المستحيلات او هاخدك انقلك وديك في حتة بعيدة اللي فيها لمدرسة ولا او هاخدك موتك هناك في الحتة دي اذا فالحلول كانت محتوطة كانت حلول غير مقبولة وغير قابلة للتطبيق كلمة غير قابلة للتطبيق ده نقطة مهمة جدا جدا طب ازاي نحط حلول قابلة للتطبيق يعني كان ده 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 دخلنا في فرع مفرعيات ايه نجاح المقضية لو احصلحنا لو كلمنا الكلم حاجتي الاوي لكن قابلة التطبيق دي اخدها من الناس يعني انت دايما في برنامجة كده بتوعه تتبسط في الحوار مع الناس ايه اربعين خمسين سنة الدولة بتحاول تحلها ما تحلتش صح طب احنا حلناها ازاي ما لما عنا العصر السحرية ولا حاجة ببساطة شديدة جدا كنا بنيجي نقعد مع اهلنا عالقهاوي هنا جوا ما سبيرو ونقعد انتو عايزين ايه انا شخصيا هم بفضل ربنا عزموني مرة عالصحور ومرة عالفطار في رمضان ونقعد عالقهوة وهم اللي كانوا بتفعوا المشاريب وكل حاجة القاعدة كانت بقاعدة يعني متبسطة جدا جدا وهم حتى كانوا بيعودوا يصوروا ويسجلوا ولهم سجلوا عشان يبقى كلام حاسبوني عليه في يوم القيام حاسبوني عليه يقولولي مثلا حاجات احنا عايزين كذا كذا اه هحاول حققهلكو هحققهلكو يعني في جامعة هحاول دواعد بالمحاولة هحققهلكو ان شاء الله مش هقدر انسوا دي ما تتحققش كان الحوار صريح جدا بنخلق تفاهمات وانا حافظ اسماء الناس يعني احنا بنا اصدقاء وهم انا شخصيا يمكن دخلتي من يومين على صفحتهم كان بيخلصهم اقتربوا ان شاء الله من العودة للأبراج ان شاء الله دي بدأوا يتكلموا في حتق هاي الأبراج هي صح؟ اه دي الأبراج حتى دي صورة اقدم شوية ده احنا عندنا صور احدث هو اللي هيعد من شارع 26 يوليو ببولاء او اللي هيبص من فوق كبري اكتوبر هيشوفها واضحة بجلاء يعني اه يعني ف بدأتهم بيتكلموا على حتة عندما بخش على كل صفحات الاهلينة اللي عاملينها كلهم بيعملوا جروبات كده عشان فبخش عليها وابقى يعني يعني ممبر يعني داخل عضوة في هذه الصفحات وبتشوفه بتشوفه بتتفاعله بدأتهم بتكلموا على حتة بتاعة العددات الدولة هتدفعنا فلوس العددات المية والكهرباء والصرف العددات الديجيطال الجديدة دي اه لازم هتدفع عايزنا ندفعلك هكتب العددات باسمي اسم كدولة يعني باسم السندوق لازم انتدفع عشان تبقى باسمك انت احنا نتكلم في الشقة الشقة متكلفة ملايين وبتساوي ملايين مضعفة في المكان ده ومع ذلك الدولة بتقولك لا دي شقتك فما تكلم مش هنتكلم على حاجة بسيطة قوي احنا ممكن اه الناس طبعا حالتها وي وي بنحاول نساعد هنا نشوف الشركات وشركات الشبكات ازاي تقصت ده على الاستهلاك كنت لسه اقول ينفع تتقصت على الفاتورة اه بنعمل كل شيء لأهلينا احنا ندفعين يعني في الخضاء على عشوائيات درمين مليار جينيين قضينا على قد إيه لحد دلوقتي احنا حاجات قضية خطرة وفي غير مخطط احنا يبقى كده هنترى نتكلم على التصنيف أصلا بقى التصنيف من أساسه احنا عندنا عشوائيات غير أمينة وغير مخططة واسواء عشوائية الغير أمينة اللي خدنا بها تكليف من الرئيس في منتصف 2016 تكليف من الرئيس ان عام عشرين ده العام النهائي دي قضاء على عشوائيات الغير أمينة قد إيه القضية اللي جوه لعشوائيات الغير أمينة 357 منطقة كانت 200 ألف وحدة بقوا 246 ألف وحدة لما احنا كبرنا بعض المناطق يعني المنطقة كانت مثلا زي الناس دهوقت بتكلم على منطقة صور مجرى العيون الأول عشش أبو السعود دي كانت عبارة عن 5 و 7 من 10 فدان فيها 570 أسرة وخلاص وهنخلص على كده فالتوجهات جاءت لا ليه تكلموا ما تتكلموا في الـ 94 فدان بتعصر مجرى العيون اللي كلهم مصانع أو ورش مش مصانع كمان ورش دباغة جلود وصناعة الغير وكانت المنطقة ملوسة يعني فتحولت مثلا من 570 مشكلة لألفين مشكلة غير المصانع المصانع راحت الروبيكي طيب أهلينا اللي كلهم شغالين في المنطقة بتاعت صور مجرى عيون كلهم شغالين في الدباغة معظمهم يعني عملنا استمارة ليهم اختيار ده ما بنعمل دايما استمارات الروبيكي اللي هي زي ما قلت في الأول إيه إزاي بنحقق مطالب الناس أم ألف منهم قالوا احنا عايزين نروح أقرب ما يكون من الروبيكي يجرينا ألف وثمانية شقف مليل بدر والألف التاني قال لك أنا نروح الأصمرات خلص يبقى حلين مشكلة الناس بما يتوافق مع رغباتهم فيهم ثلاث مسبيرهم لما كنا بنقعد مع الناس واحد يقول لي أنا عايز اديني تعاود مادة بس مناسب كلمة مناسب دي تحتها ألف خط المناسب دي يعني نجد له حل بالفلوس اللي هياخدها يبقى في حل زي الدولة ما بتحله مثلا لنا إيه ساعتها كان ساعت ما بنقيم الموضوع ده كان الشقة في الاسكان الاجتماعي مئة وربعة سعبين ألف جنيه أو منبعة وربعة سعبين ألف جنيه في البلجة التقريم أه فقلنا خلاص إحنا لازم حلنا لا يقل عن شقة في الاسكان الاجتماعي كماديا فقلنا ساعتها حتى كان الدولة بتفاوضي الناس زمان بخمسة وعشرين ألف جنيه الغرفة وهم قالوا عايزين أربعين ألف قلنا إيه رأيكم في ستين هم قالوا أربعين قلتوا لهم طب ستين أه وهم الناس أصلا قاعدوا ويتفاوضوا معنا في ناس قلتوا عايزين ستين وناس قالت طب إحنا حلو أوربعين لنهم لا والله بدراسيتنا لأن الستين هي العدل أه الستين هي العدلة للغرفة وصلنا غرفة أه يعني قلتنا وصلنا بقى الثلاث غرفة بقى لك عندنا مئة ومئن ألف جنيه حل اللي هي بتمن الشقة بتمن الشقة بتاعت الإسكان اللي اكتبع أه ورأيك كمان فاربعين ألف جنيه ده عم بجتمع من الدولة بتبقى 22 ألف 22 ألف جنيه يبقى روح جرى الشقة وإدفع المقدم بتاعها اللي هو خمسة وعشرين ألف جنيه والباقي معاك في البنك تدفع قصادها حطينا الحلول اللي تخلق حياة كريمة للناس مش إن أنا أخلص من مشكلتهم الفرق كان زمان الدولة بتدور على حلول نخلص بيها من الناس ومشكلتهم نخلص بيها من الناس يا ريت نخلص من المشكلة يا ممكن بالله نمى دلوقتي الحلول اللي بتحط إزاي نخلص من مشكلة الناس ونعلى بحياتهم من حياة كريمة لهم طيب واحد تاني قالك لا أنا مش عايز تعويض مادي طبعا اللي عنده ثلاث شوء بيأخذ يعني وكذا اضرب في سنة يعني اتزوي سنة ألف زيادة على عسب عدد الأغض دلوقتي اللي فيها يعني واحد تاني يقول لي لا ما تديني شقة في الأصمرات ده فرشاة فضل الشقة دي تمانها 200 ألف جنيه وانت أصلا عندك قطن وصالة يبليك عندي 220 ألف جنيه ادي شقة تملكها هي ودي 20 ألف الفائد كمان حقك هتاخده لك عندي 280 ألف جنيه يبقى دي الشقة ودي 80 ألف جنيه حاجة ما اعتقدش ان الناس يعني اعترد على هذا الموضوع طيق واحد تالت قال لي أنا عايز أرجع المنطقة بس بنظام الإيجار أنا ما عنديش ان أنا أدفع فلوس الشقة دي والحاجات دي أوكي واحد تالت قال لا أنا عايز أدفع بس أدفع الشقة دي تبقى تمليك على 30 سنة 20 سنة و30 سنة حاضر واحد تالت قال لك لا أنا ممكن أدفع أصاد سريعة وعشان لما أغ عايز أبيعها يبقى أنا قدر أستفيد منها أوكي انت ليك عندنا 200 ألف جنيه 220 ألف جنيه الشقة دي لمكلفاني مليون وشوية أيوة من 375 ألف جنيه صغيرة و 4005 ألف جنيه كبيرة ده أقل من تلتة دمنا ما فيش ما فيش وشقة دي وقت استثماريا أعتقد ب2 مليون شوية كده في المنطقة دي إن شاء الله خليني ما ده احنا شقة في فص الألماظ بتاع الخاتم بتاع القاهرة أو الله هو ده فص الألماظ هنا مثل الثماث بيرو ده كده فلاقينا دول 5 رغبات يا جماعة ودى في قعدتنا مع الناس على القهاوي حد عنده رغبة سادسة دول 5 رغبات كده ما فيش بنعيد مرة تاني ونزيدوا في رغبة سادسة ما فيش حطناهم في استمارة وفتحنا هنا في مثل الثماث بيرو وجبنا كارفانات وجبنا لطقم بتاعتنا قعدت تسلم الناس لاستمارات بأرقامها يرجعون رغباتهم وفتحنا مرتين تغيير الرغبة وفترات طويلة عشان اللي عايز يعدل وغير رغبته وقعد لنشاور عقله احنا تحت أمرك اه لغاية ما قوم هنبدأ تنفيذ المشروع افنى اي تغيير رغبة طبيعي انتهى المضوع خلاص ما عادش فيه تفكير لان ايه كان ساعتها الناس بتقولك ايه ولسه يمكن كان اهلينا اللي سامعنا دلوقتي مفتلث Route osbira كان الرغبة اسمها رغبة البقاء اللي هما بتلات حاجات فكانوا يطلقوا عليها رغبة البقاء لله كون اعباب الله وهم فعلا كان بيقولوا ايه خد فلوس وجري او خود الاصمارات لان الرغبة اللي بتقول البقاء دي البقاء لله الدولة مش هتديكوا حاجه ضلوقتي اهلينا اللي اختاروا البقاء لله هو فحل البقاء لله والبقاء هايكون لله ثم بقاءكم فالمنطقة نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل عايزة أعرف طب هو إيه اللي فاضل قدامنا لسه إيه هنعمله هل المشوار طويل ولا قصر كتير فاصل ونكمل الكلام مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية بعد إذنكم استنون كل الترحيب ضفنا العزيز جدا المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية وقلنا بعد الفاصل عاوزين بقى نقعد نتكلم لسه المشوار طويل ولا المشوار قصر حبتين وإيه اللي فاضل فيه لأ ده طول أه وتقل الله وكبر احنا كنا نبارح اسمنا صندوق تطوير مناطق العشوائية أيه كان مستهدفنا قضاء على الغير آمن باربيعين مليار جنيه 357 منطقة 246 ألف وحدة والفاتورة 40 مليار جنيه من 2017 بدأنا ندلس مع اليوئن هابيتات تشريح للعمران في مصر نشارح بقى للعمران في مصر الععمران في مصر عايز إيه وإحنا بعد ما خلص قضيتنا هنقفل الصندوق ولا هنطور نفسنا ونبقى الابن البكر للجمهورية الجديدة ما يفعش الابن البكر للجمهورية الجديدة يبقى تطوير العشوائيات لا لازم يبقى حاجة تانية سقف طمحاتها هي حدودها السماء حلو فإيه سقف طمحات حدود السماء يبقى هنشوف العمران في مصر محتاج إيه لقينا العمران في مصر صنف معنا التصنيفات مناطق مميزة مناطق تاريخية مناطق اللي هي تحديات ومناطق فرص إزاي أخلق من الفرص عشان أصرف على التحديات إزاي المناطق المميزة إزاي التاريخية قارات تاريخية وإزاي أقومها ما يفعش أشتغل في وضبعا معانا لتطوير العشوائيات وقضاء على غير قامل الحاجات دي برضو معانا إزاي أنا أشتغل في الكلام ده ما يفعش تطوير العشوائيات ومهامه ما يفعش غير حيث قضاء على العشوائيات لكن الجزء الباقي ده كله عدنا ندرس ونعمل لأن نفسنا محتاجين يبقى حاجة اسمها تنمية حضرية مش تطوير حضري تنمية 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 مشتملاتها وسقفها أكبر بكتير يعني التطوير هو تطور شيء لذاته التنمية بتجيب من الفرص حاجة أب جريدنج لكل شيء وبتخلق فرص من لا شيء حلو يعني ووضوع التنمية دي تجيب التنمية غير تطوير كويس طيب يبقى خلاص يبقى لازم الصندوق اسمه تنمية الحضرية طيب الصندوق التنمية الحضرية مهامه تبقى ايه والله المناطق اللي هي تنمية الحضرية داخل المدن القائمة يعني عندنا عمران في مصر احنا قلنا نقسمه لثلاث حاجات المدن العمرانية الجديدة المدن العمرانية الجديدة دي بتقوم بها وزارة الإسكان وقت النقصات العمرانية طبعا نجحتها الناس شايفها وقالعين ما حدش يقدر ينكرها واللي يتكلم كنا بقى كده يبقى محاش يستدقل ان خلاص الأمر واقع الشيء التاني اللي هو الريف ومبادرة حياة كريمة قايمة بيها وزارة التنمية المحلية الحاجة التالتة التنمية الحضرية داخل المدن القائمة اللي هو احنا احنا اذا عندنا تلاث تلاث افرع للتطوير والتنمية العمرانية داخل مصر هم تلاث حاجات دول احنا جزء منهم اللي هو المدن القائمة داخل الدولة اللي هي اهملة وا 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 وزارة من الشغل اللي تنشغل فيها وبرضه عنوان للناس اللي بتقولك ده بيفكر في المدن الجيدة ويسايبين القديم لا احنا عنوان لنظرة القيادة السياسية للمدن القائمة والمحاور والطرق والكبال وكل ده المليارات اللي بتصرف على الحاجات الداخلية ده كلها عنوان تاني برضه بيقول لا ده احنا بننظر لزاي نرتقي بالمدن القائمة طيب لما جان الشغل بقى فيه حطنا نفسنا بنود اعمال مهام تكوين للسندوق وصدر القرار في اغسطس 2021 بتعديد من صندوق تطوير مطلع شوية لصندوق التنمية الحضارية بمهام واحد اثنين ثلاث اربعا ومهام مفتوحة ويحدود زي ما قلنا حدود السماء طيب على طول كنا مشتبكين قبل ما يطلع قار السندوق في مبادرة سيادة الرئيس اللي اطلقها تطوير عواصل محافظات المدن الكبرى المبادرة دي لوحدها مستهدة في 500 الف وحدة في 27 محافظة بتكلفة من 500 600 مليار جنيه كنا كان 40 مليار فبقى دي بتقولي انتو قلت ولأ ده حنا طموحنا وصلنا لحتة تانية خالص طيب 50 مليار جنيه طيب عندنا ايه تاني عندنا قائلات تاريخية قائلات تاريخية دلوقتي احنا نشغلين في 5 مناطق بس حاليا بتكلفة 6 مليار جنيه وهي احياء قائلات تاريخية وليس تطوير او تعليل او حاجة زي مسلس مزبير وزي نفس تكرر ان احنا كنا هنشيل لا احنا بيحيي العمران الاثري في قائلات تاريخية فاحنا بنشوف ازاي هنحييها ازاي العمران الخاربات والمناطق المتهدمة نزيلها ونبني مجديد زي ما كان زمان قرينا كتب التاريخ قرينا وشوفنا اللوحات المرسومة شوفنا كل حاجة شوف التاريخ بيقول ايه بيحكوا بيقولك الامير فلان او الملك فلان كان ماشي هنا في الحارة دي او الشارع ده والمشربية الفنية بقينا نتخيل ايه في مستشريخين رسمين لوحات في كتب رسمة وكتبة بقينا ده ده الاصل الحاجة ديشكله كذا الاستشاريين المتخصين جوموا وبدأوا يعملوا تصور للإحياء الكلام ده علشان نقدر نوصلها قدر الامكان لصولة تبقى الأصل أصلها فين وهي أصلا بنرمم يعني ايه لو فيه أثر مسجل بنرممه أثر مش مسجل هنرممه برضو وكله تحت المشاركة مع وزارة الأصار الحاجة التانية ازاي المباني اللي هي مدرني داخل القهارة التاريخية مباني مدرني ازاي ده ايه ده ايه الانتهاك لحرمة الجمال التاريخي هنا بنعدل وجهتها ونحولها ليه تاريخية بنعدل الوجهة ولا بنعمل لها كلادن كده تجليد لا لا ده المواضيع احنا بنكسر الوجهات ونمحارة من جديدة اللي السطح ماينفعش بقى ايه واحد يقول ايه سايب السطح كده بعبل وزي قوله انا اسف كلمة يعني لا ده احنا بنطلع نعمل عزل ونعمل بلاط ونعمل الوان ونعمل كل حاجة ونعمل حتى المشربيات على البلاكونات والحاجات دي بنعملها احنا احنا في مصر في مصر هنا بنشتغل كده اه والله احنا وممكن الصور موجودة في القرارة تاريخية فبقينا نعمل كده ولو ما بنى تراز عمراني ومسجل بنرممه من جديد بنحاول نحافظ عليه ولو ما كان خرابة بنشلها لو ما بنى قديم بنرممه الوكالات وكالة نفيسة البيضة وكالة الشرباي وكالة الارنقوتي وكالة الحصر وكالة الملة وكالة قيدباي كل دي وكالات قديمة كانت عبارة عن محلات لو كالة نفيسة البيضة دي كانت تبهدل تبهدلة ما هي دي هنشتغل فيها ان شاء الله دي دي أنا شفتها والله تبكي عليها انا صلاع عارف وانا نهم الصور ده الوضع الحالي وإيه ده اللي هنعملو قالوا لأ ده جوهد تشتغلوا احنا بنعمل كده في بلدنا بعرقنا وشاءنا وإدينا وفلوسنا ورجالتنا وكل حاجة يعني يا دين النبي يكمل يكمل فإحنا هنا قدي القاهرات تاريخية دي الوحدها ستة مليار في الخمس مال دول ولو فكرنا في حدود القاهرات تاريخية كلنا ان شاء الله ليه احنا اختار مناطق بيدعم بيضاها كده عشان ما نشلش الحركة داخل القاهرة يكون لها حواري واثقة وإحنا بنحافظ على نسيج العمراني الموجود النسيج الحي المسجل في اليونسكو ما ينفعش أقول والنبي شيل دي وعملها جنينة أو وسع هنا عشان ناس لأ هو النسيج لازم نحافظ عليه لازم نحافظ على الشوارع والحواري بتاعتها زي ما هي فإحنا بنشغل عشان إيه إزاي نشغل ما نشلش الحركة داخل القاهرة طبعا فبنشغل ببطء شوية عشان الحتة دي وحتة دي طب الشارع ده هنشغل الجنب ده وعندما خلص الجنب ده هنشغل على الجنب التاني عشان سألتنا حقاية ما نسدش الشوارع طبعا فبندرسها دراسات كتير قوي عشان نقدر نحرر الموضوع ونقدر الناس ما تحسش إيه اللي انتو تهببوه لينا ده أو اللي انتو تعلوه عشان بيحسوش بأزمة يفرحوا معنا الناس الحمد لله من شغل بأي مكان بندرس كل شيء قبل ما نشتغل عشان منحسس الناس إن في مشكلة دخل عليهم لا ده احنا جيل لهم بالفرح اسكندرية جاية إمتى اسكندرية حنا اشتغلنا فيها على فكرة عندنا بشار الخير في اللي شغلت معنا هناك عندنا بقى 30 ألف وحبة بشار الخير أنا عارف حتى تقصب الشار الخير وغط العنب والحيطة دي دي حدوتة وعندنا سكينة وحجازي ترسيب تقول عليه سكينة وحجازي هناك منطقة الصيد الحاجات دي كلها الشغل هناك الهي اللي هنسيها الشغل هناك يعني بشوخل قوي جدا لذلك إن أنا لما بدكنا بقول لهم يا جماعة أنا اسكندرية ما بعملش في حاجة هنسيها أي ما بيها هناك لا أنا اسكندرية بالنسبة لي دي أنا بقيت عامل زي سواء ميكروباص رايح جاي على اسكندرية بسيطة اسكندرية كل أسبوع فأنا حافظ لكن الحتة الحلوة دي اللي هي بتاعت إحدى منه إعادة الصورة البهية اسكندرية المارية تاني اللي هي زي ما بدأت ما كده في القهارات تاريخية خمس سنين مش أنا اللي بشغل نانك دهوقتي بس خمس سنين هتشوف اسكندرية اللي انت بتحلم بيها والله خمس سنين هتشوف اسكندرية ينفع أو هنحاول أو مش هينفع هم تلاتة ما إحنا مش هقول كلامه بعد كده الإعلام خلاص كل حاجة اللي بيقول كلمة بيجي تحاسب عليها بعاديين أيوه يعني تعالى بقى أنت انا صنعت المفتريين معروفة آه مفتريين مفتريين من أفضل هي يعني يعني محسوبة علينا ومسجلة علينا كل شيء فلازم كل كلمة نقولها مش هنقول كلمة النهاردة والناس هتنسى خمس سنين واسكندرية طلع لعا تاني تتلق لق هي دلوقتي بتتلق لق دلوقتي لكن إن شاء الله إنك في مشروعات بتعملها برضو الهيئة الأهندسية هناك في المنطقة بتاعت العمرية باشال خير مشروعات بقى جديدة بقى تاني اسكندرية كده غير عند ند الصدغة عند مطار الحكاية ده مش تابعة أنا ولكن أنا عايد أنا أتكلم على رؤية اسكندرية في السنين الجاية لا لا القاهرة اللي كانت 1930 أجمل مدن العالم أيوة 2030 تبقى أجمل مدن العالم إن شاء الله تاني احنا بنحارب عشان نوصل للهدف ده احنا عارفك احنا بنجي نشتغل مش بنشتغل الموضوع عشوائي كده اللهم بلغني 20-30 يا الله أمين من كم الأركيديا رمل البلاء وبعدين المسلس مزبير وبعدين الميدان عبدالنعم رياض وبعدين القاهرة الخدوية وميدان التحرير نمشي شوية هتلاقي اشتغلنا في سيدة زينب روض السيدة وبعدين بنعمل دلوقتي الطيبي اللي هي روض السيدة اتنين وبعدين ما الحالة في سيدة زينب إن شاء الله احنا عندنا الوقتي في خمس مناطق في دماغنا دلوقتي جوها سيدة زينب أولهم روض السيدة واحد والطيبي اتنين وفيه كم منطقة تانين كده خمس مناطق لما نمشي في الجنوب شوية هلقنا نفسنا وصلنا للحتة بتاعة سوب مجرى العيون والناس شايفة سوب مجرى العيون هنمشي شوية هنلاقي حدائق الفستات احنا شغلنا هناك دلوقتي بستة مليون جنيه خمس مئة فدان وبطن البقرة دلوقتي باسمها جوهرة الفستات خلاص المسوع بدأنا فيه امشي شوية الخيال احنا عملناها روض السيدة زي منك اسمها تل العقارب البقرة تبقى روضة الفستات شوف الحلاوة يعني كل حاجة هنا الاسم نفسه احنا بنحاول يمكن دي بحيرات عين السيرة بحيرات عين السيرة يعني الناس كانت لو جبنا الصورة قبله والصورة دلوقتي لأ بحيرات عين السيرة دي من ضمن مشروع خمس مئة فدان حدائق الفستات حدائق ملت حدائق على مستوى عالمي وطبعا في دماغ دلوقتي سؤال انت هتبقى له حاجة حلوة قوي طب بكرة فيه ايه بكرة أنا بأهل شركات عالمية لإدارة هذا المشروع لإنه يبقى فيها فنادق فيها فوتكورت فيها نهر المنطقة النهرية فيها منطقة مغامرات فيها منطقة ألعاب فيها كل شيء متنزد فيها كل شيء أنا لو دورت هذا الموضوع بالفكر البيروقراطي لأ هتضيع تاني فنجيب شركات تدير هياخدوا جنيه هيكسبوني عشرة ويحافظوا لي على اللي أنا وصلت له ويحافظوا على المصر نستثمر فيها فالموضوع ده لازم الموضوع كده احنا كل مشروعات هنعمل عندنا عواصل المحافظات لما قلت لحظة لك كده احنا شغلين في المحارة العجلة دلوقتي المحارة العجلة في 13 محافظة بس من 27 اسمها العجلة العجلة في نص المحافظة في 13 محافظة 50% 113 114 ألف وحدة بالتكلفة 120 مليار جنيه في العجلة بس طب احنا بدأنا من كم شهر حوالي 8 شهور 9 شهور نسبة ننفيذنا كام وصلنا متوسط 35 المشروع 65% في بعض المشروعات بعض المشروعات وصلنا نسبة 80% اللي بينافذ معنا مين هانسي القوات المسلحة زراعنا التنفيذ دلوقتي في المشروع ده مشروع قائلات تاريخية مش قلنا من زمان تسلم الآية دي وبعدين عايزي برضا اقول حاجة عشان برضو الناس تقول لك هانسي واخد الشغل هانسي واخد الشغل ده هم بيديروا الشغل اللي صالحنا مين لشركات الشغالة شركات مدنية وشركات مصرية عمال مصريين لكن هما اللي بيديروا المنظومة المندبطة طبعا ذات الجودة العالية ومرأبت الجودة العالية جدا بيشرف على الجودة وقاليات التنفيذ اه لكن مين شغال عمالنا وشركاتنا وكل ده شغال تحت منظومة منضبطة عالية في الجودة عالية في مرأبة الجودة عالية في الانضباط والامانة والامن لا انا انقه رشد انا لح 이유ة صاحبة بيورد بواب واحد صاحبة нам بيورد ابواب والله ما بيهز هو عنده مصنع ابواب زهر بيورد ابواب وبالمناسبة ابواب اروه بقى ايه انا بيتنا ما فيهوش باب اروه بس كده انا فعلا الموضوع بيضاهر بفكرة وكده يعني بقول لك خلاص احنا طب ايه تاني عندنا 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 حدائق الفسطات احنا تصد وحدها قاعة لخمسمائة فداء بستة مليار جنيه عندنا جوهارة الفسطات باتنين مليار جنيه عندنا التطوير مناطق غير مخططة على مستوى الدولة 318 مليار جنيه انا بكلمك في تريليون جنيه السندوق مكلف بيهم ايه ده ودي مش خطة لسه هنفكر فيها ده احنا ده خطة عملت وبننفس وبننفس فيها احنا هنوصل 20-30 ان شاء الله نوصل 20-30 والخطة اللي حطينا منفزينها احنا الحمد لله بنحط خطتنا وحطين خطة بتاعتنا على 10 سنوات وبنشوف كل سنة احنا بايه وعندنا منورة في الخطة كمان يعني مثلا لما حصل موضوع كورونا وحصل موضوع الحرب في اوكرانيا والحاجات دي عندنا بدائل الكورونا تجيلي كده جيله انا كده اه مثلا الحرب هتجيلي من هنا هروح انا من هنا انت كنت هنا في تيفيزيون لما شفته كورونا بتاعي انت حسيته ان فيه وجات لنا شكوى ان فيه 3 ورديات كل ورديات 8 ساعات 24 ساعة شغل انا كنت اكتر واحد بيحس بالموضوع فهو قدامي كده اه احنا يعني وده طبعا شغل وزارة الاسكان هات الموضوعات المرانية بص احنا منظومة كلها عبارة عن اوركسترا شغال كلها مسك حتة الالة بتاعته بيعزف وقائد اوركستر عمال يوزع الموزيكا علينا واحنا شغالين لنطلع مقطوع جميل قائد اوركسترا ده يستهل تتبس راسه ألف ألف مرة والله العظيم من قلبي والمهندس خالد صديقي تستهل تتبس راسه جدا أوي خالص على لهذا الجهد هو كل الناس الحقيقة يعني كلكم الحقيقة بتشتغلوا بشكل مذهل الارقام اللي انا سمعتها دلوقتي زائد حاجات انا من الناس اللي تدها احيانا ان انا بني ادم جوال لفاف وبجري وبشوف وبسأل وحاجات زي كده بس كمان كان في حاجات بالنسبة لي مبهرة الى ابعد الحدود في كلام حضرك بشمانس هيبقى لنا لقاءات كتير واستأذنك استحملني هتلاقيني زنان وبتكلم في التليفون واستأذنك في مكالمات على الهواء واحيانا اللقاءات ولقاءات اطول واحتمال جدا جدا اطلب ان احنا ننزل نلف لف على رجلينا ونتفرج ونصور ونتكلم ويبقى بشكل اكتر اسهابا ورب صورة خير من الف كلمة يعنيش هتقل بالعكس ده احنا يعني قبل الشيط ليك يعني ممتنين جدا جدا لان يعني ممكن فيها زي حكوة الصورة هتوصل للناس مجهود الدولة اللي مش السندوق اللي واحده بيعمله يعني ده السندوق ده يعني عادوا لك السندوق بتاعنا عرف كده خمسين واحد كلنا خمسين واحد للدولة كلنا كلنا خمسين واحد وعايز اقول لك انا اصدق اننا جاي لك هنا وسيب الناس في المكتب نا احنا مش هانا عطل حاضر تلحقكم بقى واني او قد قولي هبات في المكتب لا احنا عاجين ده راب راح وحل اطود لكي يا ربي خليك باش مهندس وديلكم الصحة جميعا الف شكر لك الف شكر لكل الناس اللي بتشتغل على هادية المنظومة اللي اتخلينا في عشرين تلاتين كده فرحانين فرحة بهذا الشكل المبهر العظيم كل الشكر لحضرتك وانس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية انتعرف عينيه خمسة وستين وتمانين في المية في طلتاشهر محافظة يعني احنا بالكتير سنة وهيبقى في عندنا حفلة الحفلات ولسه خلصت الحلقة لحد كده صحيح لسه مخلصش الكلام يمكن ثواني وهيبقى موجود معاك وزميلي العزيز كريم رمزي ورقم عشرة وحديث طويل في الرياضة لكن لو كلمنا العمر نتقابل بكرة برضو في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة من قلب القاهرة الممتلئ سحرا سلامات